السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم سيدتي حبيت نقدم لك واحد وصفة بالنسبة كانت نفعه بالزاف بالنسبة الإنسان إلا كانت فيه سخانة أو كانت تيتقية أو أرعف طفل ديك عنده حناش في المسيرنات ديالو أولا حتى بالنسبة للقبار هاد الوصفة هذي سيدتي رها سهلة بالزاف بالزاف كتنفع الناس وكتنفع تنزل درجة الحرارة وكتهدأ من إلا كانت تدري صغير أو الإنسان الكبير فاش يضربوا البيرد ولا فاش يكون مريض كيتقية ممكن إلا أعطيتي كاس من هاد الوصفة هذي سيدتي غادي تشوفي المفعول ديالها السحري في البلاسة أو إلا إلا كان عندك طفل ديك تيرعف من أن يوفو بالزاف ممكن تعطيها فاش يبدأ يرعف تعطيها من هاد الوصفة هذي رها سهلة هاد الوصفة هذي كيفما كتشاهدي سيدتي من مقوين الوحيد اللي فيها وهو العاصر ديال الحامد العاصر ديال الحامد علشت السقار وهو أنك إلا بغتي تزيدي في السقار باش يكون حلو يقدر الطفل ديالك أو الإنسان البالغ يقدر يشربوه لأن الحامد تيكون حامد بزاف ممكن تنقدروش نبلعوه طريقة سيدتي سهلة هاد الوصفة هذي إلا بغتي تنزلي درجة الحرارة أو إلا إلا كان الإنسان كيتقية أو إلا إلا رعف أو إلا عند طفل ديالك أو الإنسان كبير عنده وإحناش في المسارن دياله بهاد الوصفة هذي سيدتي غادي تخلصي من هاد الامراض غادي تخلصي بهاد الوصفة هذي سهلة وزعماء الحامد موجود قاع وإلا ما كانش موجود ممكن تشري سيدتي وتحطي عندك في الدرقتين بزاف في بعض من هاد الامراض هذي إلا كان عندك الطفل ديالك طالعالي سخانة ممكن تعطيه شوية كاس نسكاس ديال العاصر ديال الحامد تديري فيه سكار ولا العسل باشي باشي ولي حلو باشي يقدر يشربوه من بعد مرور واحد شوية غادي تنزليه الحرارة وبنسبة إلا كان تيتقية ولا شي حاجة ممكن تعطيه نفس المقدار ديال عاصر ديال الحامد نسكاس وتديري فيه شوية عسكار باشي تبدليه المذاق ديالو اولا سيلا ديال الدم من الأنف نفس طريقة تاني ياخد نسكاس ديال العاصر ديال الحامد وحتى بنسبة لحناشي لدومتي لهذا الوصفة هذي يوميا تعطيه نسكاس ديال عاصر ديال الحامد في النهار غادي إلا كانوا عنده في المسارن غادي إن شاء الله غادي يلوحهم فاشي خرج في طوالت غادي يلوح الحناش اللي عنده في المسارن دياله وغادي يتنى من المشكلة ديال الحناش كانت من سيداتي هذي الوصفة هذي أنك تجربها وتجربها وباش تعطيك واحد نتيجة نتيجة جميلة نتيجة اللي ممكن شحال من حاجة فاش تصيب ناس خانة ما كنعرفوش اشنو نديرو الحامد ديما سيداتي احتفظي بيه عندك في الدار لأنه كينفع بزاف بعد محال المسائل هذي اللي كتصيب الإنسان بالليل تقريبا بزاف الليل كتصيبه سخانة أو لكي بدي تقيا أو لكي يرعف ممكن سيداتي تقدي الحامد وتخليه عندك في الدار هو مزيان لهذا الأمر هذي وكانت منى شفاء العاجل لجميع كانت منى سيداتي ما تبخليش عليها بتشجيعات ديالك وكانت منى أيضا أنك تشجلي عندي في القناة باش يوصلك دائما الجديد وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله